نكمل بالحالات ممكن جمال بقى يكمل برضو والحالات يشرح الحالة هنا من ناحية شمال مارسل كولر اتكلمنا المباريات اللي فاتت على انه نقب بس فريم ثانية بالزبط اتكلمنا المباريات اللي فاتت انه خلق جابها جديدة ناحية اليمين الاهلي طول الوقت بيشتغل من ناحية الشمال والتاني يعمل الخلخلة ويروح ناحية اليمين ويلغبط المنافس من ناحية معلول طبعا طول الوقت 4-5 سنين اللي فات ومعلول وأي جناح بيلعب قدام معلول الجديد اللي عمله مارسل كولر انه خلق جابها يمين رح جاي النهاردة غير كل الكلام ده وركز الليعب كله رجع تاني اللي ناحية الشمال وركز على احمد عبدالقادر ليه لان محمد هن الرئة اللي خلقها ناحية اليمين مش موجود بيرياحه النهاردة عشان كسل العالم فالراجل بيشتغل كل الشغل الهجومي من ناحية احمد عبدالقادر بكل التحركات والزيادة الهجومية من العمق دايما كلها بتيجي من ناحية الشمال نكمل نكمل اهو اتلاقي الخلوج الخلوج ب boo phenomena البساطة عمين اللي مكمل угمين الغلطة هنا بيتكلم على احمد عبدالقادر اللي شغله كله ببني بpass بوا منتهى البساطة اه محمد شريف لولا انه هي تحطي الضعيفة محمد شريف كمل اكمل الحالة اللي بعدينها سرع encara ما بسمال يا رجال الاحزائت التركيز التركيز بنفس الشكل التركيز على ناحية الشمال الرجل استلم راحت الكرة ناحية الشمال camilla كمل تاني كمل اللي بعده. الحالة اللي بعديها. اه. الحالة بعدها شاء الوقت. احمد عبدالقادر ناحية الشمال. النهاردة الرجل ودى ودى لعبه كله ناحية الشمال. ما بقاش بيشتغل على الجابيتين خاصة بعد منها الخلد عبدالفتاح. الشغط التاني. بقت الجابة الشمال هي اللي بتشتغل اكتر. نفس الكلام احمد عبدالقادر. والخروج من ناحية الشمال بالشكل ده وقفشة. والتصويبها طبعا كان بيحاول اللي فاجئ بيها اه محمد ابو جبل. نفس نفس القصة. والتصويب. والتصويب ده اللي بيحاول يشتغل عليه. طول وقت وخصص فقرة قبل المران كنا في الملعب النهاردة. قبل المران على التصويب بيخلي. من خارج التمانتاشر. اه. التصويب من خارج التمانتاشر. طبعا كان اخطر هجمة على النادي الاهلي. خلينا اقول لك انه لو يعرضونا الجهازو لنا بقى بتاع المقارنات. المقارنات رجالة ما بين. احنا عندنا فايلر وعندنا موسيماني. وعندنا فريرا وعندنا كولر. دلوقتي بعد. احنا الجماعة المقارنات ديا. تم اعدادا من الزمله. اه. بعد انتهاء عشرين مباراة. اول عشرين مباراة لكل مدرب. اه. سواء اه. فايلر. موسيماني. او اه. مارسي الكولر. ده ما يخص النادي الاهلي. وفريرا طبعا بعد رحيله النهاردة. شوف او قدم ايه. في اول عشرين مباراة. بحكم ان فريرا مدرب واسم كبير. فلازم تحط معاهم في المقارنة. بحكم ان الراجل رحل النهاردة رسمية لعند تدريب نالدي. زمالك فخدنا اول عشرين مباراة لكل مدرب. طبعا كان اه. 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 اول عشرين مباراة. وده صاحب النجاح الساحق. طبعا. كانت المشكلة عند فايلر الاستمرارية. عشان كده اخر جملة هقولها. انه مين. هال كولر بقى يكمل على المسيرة. لانه مسيرة فايلر كانت قزمة الكوفيد وقتها. طبعا. طبعا. مقافة المسيرة. عشرين مباراة لفايلر. منهم مبارتين مع كالو بيلرد في دوري ابطال افريقيا لتجاوزهم. بعدين قدر يكسب 16 مباراة متتالية في دوري في الدوري العام. وتعادل في المباراة رقم 17. وكان العشرين مباراة دول قبل التعادل ده. فالتعادل ده كان في دوري ابطال افريقيا. طبعا. طبعا. فصاحب اعلى اعلى رقم في 19 فوز من العشرين. همان. امام. موسيماني اول عشرين مباراة. فاسه اربعتاشر مباراة. تعادل في اتنين. وخسار التلات مباريات. ده ده موسماني. لكن هو في الترتيب. منهم كاس عالم اندية. اه اه. منهم كاس عالم اندية. في الترتيب. وده طبعا اللي خلى انه عنده خسار. لان الموسماني كان بدء برضه. رن عظيم جدا مع النادي الاهلي. ميش. فوجب بالذكر احنا قول انه كان فيه كاس عالم اندية. اللي بعد يا جماعة. لكن في التصنيف كعدد اقل فقد نقاط. كان مارسيل كولر. يعني اقصبت لغبطة لترتيب. بلا خسارة حتى الان. يتساوى مع فايلر بلا خسارة. لحد ما يروح كاس العالم الاندية. لكن هو خلاص اتم العشرين مباراة يعني. ستاشر فوز مع مارسيل كولر. اربعة تعادلات. وهقف نص دقيقة قبل ما اروح لفريرة. مارسيل كولر. مارسيل كولر. الرجل ده ما قدمه خلال العشرين مباراة دول. جديد بالذكر. ما نتكلم على المارسيل كولر بلاعب اقوى فرقة في التصنيف في دوري اطال افريقيا. دول 32 يفوز ذهابا. ايبا. مارسيل كولر بيفوز على الزمالك مرتين في شهر ونص. يفوز على الزمالك في بطولة السوبر. وياخد بطولة السوبر. ثم يفوز عليه في الدربي. يفوز على بيراميد بالثلاثية. بلا هزيمة حتى الان. اقوى هجوم. اقوى دفاع. لدى مارسيل كولر. يقدم الكثير للنادي الهد. نروح لعلى اخر ايتم معنا في اللي مقارنة. اه جيس فالدو فريرة. اول 20 مباراة. ثلاث خسائر. اربعة عادلات. اه. 13 فوز. هذا ما قدمه. فريرة في ليلة رحيله عن نادي الزمالك. في مبارياته العشرين الاولى مقارنة باول 20 مباراة لكل مدير فني. اه طبعا فريرة قدم الكثير لنادي الزمالك. لكن بدايته بدايته ما كانتش شيء بالشيء الجيد. زي ما كانت الفترة الوسطية في فترته الحالية. وفي النهاية انها بشكل غير جيد مع نادي الزمالك.